الليل اللي جينا بوحدة جديدة من وحدات المجلس مانيجر والوحدة دي قال لي بتحسن من الجرافيك بتاع اللعبة وبتفتح الفريماات حتى 120 وبتغير من الجي بيو وبتحسن اللمس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى هو بركاته طبعا والله مشتاقين يا المشتركين مشتاقين طبعا شوك كتير جدا وطولنا عليكم الغياب وزي ما قلنا كده في مشغوليات حبة وان شاء الله نتفرق ونشوف الحظ شنو اللي طبعا نجدكم بوحدة جديدة من وحدات المجلس مانيجر والوحدة دي قال لي اللي هي بتحسن اللمس بتاع الجهاز وبتفتح الفريماات لحد 120 وقل لي الوحدة دي برضو بتحسن في موضوع الجرافيك بتخليه عالي جدا وقبا ما نتكلم كتير حق ونمش نشوف المجلس مانيجر ونشوف الوحدة بتاعتنا نفتح المجلس مانيجر ونمش نشوف اللوه طبعا التحديسة جديدة ما تكلمنا عن ميادوبة لكن خلوه بتاع المجلس مانيجر حنمش نشوف الوحدة بتاعتنا كويس طبعا الوحدة بتاعتنا اللي هو ام ايل بلس اللي هو مكتوبة هنا زايد ديل في الصفقة دي طبعا الاصدار بتاع اللي هو تلاتة واحد واحد فاينالي طبعا ممكن حيكون في تحديس جديد تحت وايس اول حاجة قال ليك اللي هو اللوك الترا طبعا تفتح الجرافيك اللي هو العالي والمئة وعشرين فريم وتغيير الجي بيو وبرضو تغيير الاوبين جي يشوفها بالا رد curly curl ويتحسن قال ليه من الانترنت ويتحسن من اللمس وكاتب لك هنا اللعبة بتاعت الأساطير طبعا الناس اللس bursting would look اللعبات جميعا بالقواطة واحد بتاع الاساطير ب luminورات بالاستور في الانترنت قال ليه في اللعبة دي بيشتغلوا كلهم يعني في اللعبة دي بيشتغلوا كلهم عن تشتغلوا واحدة على حساب التانية يعني مكتو تلقى الفريمات مفتوحة الجرافيكة بيقوم معا عالي جدا لكن في اللعبة دي بيشتغل شنو multic كل الخيارات دي بيكون مفتوحة فول يعني مجرم في اللعبة. طبعا طريقة التسبيت هتكون عن طريق زر رفع الصوت وخفض الصوت. زر رفع الصوت اللي هو بيقول لك من الخيار الاول للخيار التاني. اما زر خفض الصوت اللي هو بخليك تختار واحد ولا اثنين. تضغط عليه ومعنى انت اخترت واحد ولا اثنين. نمشي نشوف بعد كده التسبيت. لكن في حاجة يقبان ما اقول لك. طبعا هنا بعد مرات اللي هو طبعا حتلقين له يسيم جهاز مختلف في التسبيت الوحدة. يعني ما يسيم جهازك الحقيقي. حديك شاومي. شاومي كله هو 11. حسنا حنشوف بعد كده في التسبيت. اذا بعد ما سبت وسبت حاجة غلط بالذات في الخيار حتقوم تحصل لك مشكلة انه شاشة جات حتلقى صودة. يعني ممكن تفرمي تجلي الهاتف بتاعك. حسنا كده ركز معي في التسبيت. وداني حاجة ممكن انت الصوت اللي عبيروح. حسنا كده لازم نسبت الخيارات نشوف اسحة هنعمل شنو بالضبط كده. احنا محتاجين نعمل شنو. فركز معي عشان نشوف والحاصل شنو. تمام? في حاجة تاري ما قلنا بالذات احتمال مع الاجهزة المنخفضة اللعبة الوحدة لكم ما فعلنا. لكن ممكن تجربة احنا ما جربنا. لكن انت حاب تجرب على الاجهزة المنخفضة احتمال يكون في تطبيق بقمقلق ولا حاجة كده. هي التجربة وورينا في التعليقات. نمشي الاختيار. نمشي نشوف اسم الوحدة بتاعتنا. ننزل الى اسفل. نشوف اللي هو. طبعا ندلاء ام ال بلس. الخيار اللي هو تلاتة واحد واحد. نضغط عليه. طبعا ضغط عليه في النصط وغالي فتح معي. لو ضغط عليه بالجنبة بيديك صاح وبعد كده فتح. الناس طبعا عارفة تثبيت الوحدة. طبعا هنا لانه شاشة هتكون بالطول انت ممكن تلعب في الشاشة تمشي يمين ويسار. اختيار صوت. نشوف بعشوه هنعمش انه. اول حاجة هيديك لها الخيار اللي هو بتاعت جي بي يو. هنا قال لك الجي بي يو. تختار واحد ولا تتين ولا تلاتة. هتمشي كده بالجنبة هتلك كاتب لك واحد. واحد دا معناية تخترت واحد. اخترت واحد هو جهاز لك واحد. دار تختاره هو تشيره طوال تضع على مفتاح خفض الصوت. ما اعجبك واحدة تمشي الاثنين تضغط زر ربع الصوت. حتى لو جاك تلاتة ممكن تغير بجي كتار واحد من جديد. نضغط على خفض الصوت انه اخترنا واحد. نمشي بعد كده اللي هو ال اوبين جي ال. طبعا هنختار نمرة اثنين. هنختار نمرة اثنين لانه نمرة واحد ممكن تخلي الصوت في اللعبة ما شغال. نضغط على ربع الصوت ادالي اثنين. نحدد به اللي هو خفض الصوت. كده احنا اخترنا الخيار اثنين. نمشي بعد كده الخيار الانترنت تختار الكلاود ولا الجوجل. هنختار طبعا جوجل. هو مكاتب لك هناك واحد. هنختار اثنين. نضغط على خفض الصوت. كده احنا اخترنا اثنين. زيد كتب معي. ترى الخيار اول واحد فوق بتاع دي بيو اللي هو ده اول واحد الخيار فوق ده. قويس طبعا حديك ولكن تسبيدات. في اول خيار بتاعي رح نقول احنا نختار واحد. وبعد كده حنختار اثنين. وبعد كده حنختار اثنين. طبعا هم ثلاثة خيارات حتختار. وابعد كده تعمل عربي بتاع تشغيل. في الغيار واحد طبعا نقول نحن اختار واحد لو قمت اخترت اتنين ولا تلاتة الشاشة بتاعت حدقا سودا. في الخيار التاني وايس هنختار اتنين. لو اخترت واحد ممكن الصوت يقوم مع له ما شك على. تمام? كده احنا شنو? خلصنا اللي هو تثبيت الوحدة. طبعا هنعمل اعادة بتاع التشغيل وبعد كده انت امورك في السليم. طبعا انا اصل لانه مسبت الوحدة جهازي في جهازي ما بحتاج لنا اعمل لا اعادة بتاع التشغيل من جديد. ايس? اه كده احنا اتكلمنا عن الوحدة. وقلنا انه الوحدة دي عيد الكلام نتاني. بتحسن من الفريمات اللي هو بترفعها لحد دمية وعشرين. وقلنا بتفتح الجرافيك والجي بي يو بتحسنه بتحسن اللمس. وايس وبعد مرات طبعا بتاع ممكن تحصل لك في الزاكرة مخفضة هي بتحسن طبعا منها. لكن في بعض التطبيقات تدك مغلقة. اذا ادتك مغلقة معناها ما فعالة معاك في الجهاز. اه كده احنا خلصنا اللي هو اه تثبيت الوحدة بتاعت المجلس مانيجر. طبعا لو فيدي حاجة ممكن تكتب وليك في التعليقات اسفل الفيديو ونشوفه الحاصل شنو. تمام? اه طبعا في ناس سألوني من تطبيق الشحن قالوا ما شغال. طبعا تطبيق الشحن عندي انا شغال ما فوق مشكلة الا كان فيه حاجة معينة في الجهاز بتاع زول معين. كويس اللي هو ده تعال البطارية ده. كويس. تطبيق عندي شغال ما فوق اي مشكلة. فحاول شوفوا الناس اللي عندهم مشكلة يعني. وكده خلصنا كلامنا. وكالعالة طبعا ما تتنسى الاشتراك في القناة وتفيزر الاشعارات. عشان يصلكم كل جديد. واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.